عن موقفه من نزعة ترامب القمعية يكون صمته أبلغ من إجابته إحدى وعشرون ثانية مدة ليست طويلة لكنها تبدو كذلك في المؤتمرات الصحفية طليق لسان عادة هو رئيس الوزراء الكندي لكنه بدأ مرتبكاً أن يكون كلامه مدعاة لتعكير صفو العلاقة مع واشنطن لم يأتي على ذكر ترامب وهو يقر بعنصرية في كندا على غرار الولايات المتحدة يمعن في التحفظ مثله إلى حد كبير قادة دول حليفة رغم أن قضية فلويد إنسانية بامتياز وتنطوي على تمييز عرقي مقيت صم بكم ما تعلق الأمر بعنصرية الولايات المتحدة وقمعها التظاهر وكأنهم ليسوا من يقدمون أنفسهم حماة لحرية التعبير وبها يبررون التدخل في شؤون الدول غير الحليفة على ركبهم يسير حلفاؤهم العرب وفي أعلامهم تطغى مشاهد العنف لغاية تراد هي تغييب حق الأمريكيين الأفارقة في الحياة وحق المطالبين بعدالة مغيبة في المشهد الأمريكي غياب لافت لشخصية بارزة في إدارة مرتبكة هي نائب الرئيس مايك بانس يقرأ الناشنال انترست في غيابه أمام الكنيسة مؤشرا قويا على نوايا إبعاده واختيار بديل له نائبا للرئيس في انتخابات تجديد الولاية لترامب رغم كونه واجهة انتخابية لاستقطاب المحافظين المتدينين لا يبدو المشهد أكثر تماسكا في أوروبا فالتناقضات التي فجرت أزمة الولايات المتحدة تمتد شضياها إلى القارة العجوز في فرنسا مثلا تتقد جذوة السجال في حديثه عن خطر الجماعات اليمينية المتطرفة يهاجم زعيم اليسار الراديكالي جون لوك ميلانشون كلا من الرئيس إمانويل ماكرون وزعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان محذرا من انتشار ميليشيات اليمين المتطرف في ليون وليل واستعدادها للهجوم تحت كل الذرائع ترجمة نانسي قنقر